كما في التدخل؟ تجد الحكومة نفسها في بلادنا شأنها في ذلك شأن حكومات عدة بلدان أخرى مجبرة على التدخل لمواجهة موجة التدخل الحالي فغلاء الأسعار وارتفاعها قد يكون مصدرا لمشاكل اقتصادية وخصوصا اجتماعية يجب تفاديها بطبيعة الحال لمحاربة التدخل هناك مؤسسة مرجعية وهي البنك المركزي لكن هناك دور مكمل للسياسة الحكومية الأخرى فهي الحكومة مطالبة للعد من تدعيات تدني القدرة الشرائية لمواطنين من خلال التدخل عبر تغيير النسب الضريبية وتحديد دعم أسعار بعد سنة أو تخصيص دعم مباشر لبعض الشرائح العسرية أو بعض قطاعات بعينها وهو بتحاول قيام به على المدى القصير يمكن أن نضع في هذه الخانة إجراء الرفع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والميان الحرة وبعشرف المئة في القطاع الفلاحي رغم أن ذلك قد يغدي التدخم على المدائل المتوسط والبعيد من طبيعي اعتبار أن هذا الإجراء من شأنه يتحسين دخل مواطنين أو بعضهم على الأقل لمواجهة الارتفاع في الأسعار كيفما كان الحال؟ سيكون على الحكومة البحث عن حلول مبتكرة وخاصة لمحاربة التدخم على مستوها بما في ذلك تخفيض العز ما استطعت إلى ذلك سبيل من خلال تحكم في النفقات العامة غير ضرورية مع المحافظة ولو ضرفيا على ميكانيزمات المساعدة والدعم الموجهة لبعض الأسر أو بعض القطاعات بالنسبة لبنك المغريب في دوره لمراقبة ومحاربة التدخم فلقد قرر مجلس إدارته الإبقاء على سعر فائدته الرئيسي دون تغيير في 1.5% رغم الضغوط التدخمية التي يأتي معظمها من مصادر خارجية وكذلك للإبقاء على بعد شروط الانتعاش الاقتصادي كائمة من خلال تزويد البنوك والاقتصاد بسيولة لازمة وهذا عكس ما أقدمت عليه عدة أبناء مركزية عبر العالم التي رفعت نسبة فائدته الرئيسية في اعتقادي أن هذا القرار أي قرار بنك المغريب هو القرار السليم ظرفيا في المغريب في انتظار ما قد تقول إليه الأمور في الأشهر القليلة القادمة خصوصا وأن أصل هذا التدخم ليس بالضرورة نقديا ولا احتداخليا محضا فهناك نوع من التفاضل بين دعم النمو الاقتصادي والتحكم في التدخم